تعبير الثروة الحيوانية ده كلام بجد ثروة لابد وان تكون ثروة خصوصا انه احتياج رئيسي ومهم جدا بالنسبة للانسانية عموما يعني مش المصريين بس اللي بيحتاجين الثروة الحيوانية دي لكن احنا الذين نقول على انفسنا ان انا دولة زراعية ودولة زراعية يعني اكيد جنب الزراع على طول فكرة الحيوانات والمواشي وجزء اصيل من عملية الزراعة في مصر ومع ذلك احنا مش مكتفين ذاتيا في الثروة الحيوانية دكتور لا الحقيقة احنا مش فيه الالبان عندنا نسبة اكتفاء كويسة عالية لكن عندنا في اللحوم ونسبة الاكتفاء والضعيف 50% مثلا خلينا نشوف الجدول ودكتور فوزي يحكي لنا التفاصيل او المقارنة مما بين عوام سابقة 2012 كانت عداد السكان 86 مليون ايه بقى هنا الباب ولينا المنتج من ايه من الالبان؟ هنا المنتج من الالبان اربعة وربعة من عشرة مليون تن اه والاحتياج بتاعنا اربعة وثمانية من عشرة مليون اه ونسبة الاكتفاء 90% والاستيراد اللي هم اربعة ونسبة تسعين لون بتحول بقى لبن بضرة اه تقريبا حالي اللحوم الحامرة كان نسبة الاكتفاء بيها ستة وستين وستين اه اه في بالنسبة الالفين و اه دي جبال الالفين واحد وعشرين عدد السكان قفز قفزة غير طبيعية رهيبة بالزبط وبالتالي كمية الاستهلاك اه عندنا زاد طبيعي اه امر طبيعي يعني المنتج من الالبان عندنا زاد ان فيه حركة برضو فيه تطوير المنتجات اللبانية في مصر اه فيه اهتمام بالجانب الاستثماري وجانب تجميع الالبان وتعامل مراكز لتجميع الالبان بشكل كبير الفترة اللي فاتت وده خلانة بينتر خمسة واحد من عشرة وبعد الاحصاد بطول حوالي ستة مليون طن من الالبان انما هو اللي بيشغلني انا الوقت حضائك اكتر هو ان النسب من الفين واثناشر وحتى من قبلها الى الان اتلاقي كلها دايما الحسابات اتلاقي نسب وريبة من بعضها اه ده معناه ان هو ما بيحصلش تطوير في الصورة الحيوانية اه بس هنا عندي اكتفاء سبعة وتبانين في المية من اللبن اه وعندي اكتفاء خمسين في المية من اللحم الحمرة ما هو اللي بستورده النص صحيح اه 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 انتما تجي تبص للتعداد بتاع السكان والتغير الكبير اللي هو موجود فيه القافزة دي ده بيستهل كمية كبيرة جدا من اللحوم ومن الالبان وبالتالي خلي نسب الاكتفاء عندنا اه تتقصر نايك بقى عن ان في عوامل تاني بتتدخل علشان خاطر بس انا بس مندهش هنا برضو ان المنتج بالنسبة لنا في اللحوم قل مازاتش مع زياد عدد السكان يعني ستمية تسعة وثلاثين بينما المنتج كان ستمية وسبعين اذا ده قل مرغم عدد زياد عدد سكان فيه فيه ازمة ما في الصروة الحيوانية بالزبط ايه المشكلة هنا احنا عندنا مجموعة مشاكل في الصروة الحيوانية في مصر اولا الارقام اللي هي موجودة عندنا دي ده وفيه تضرب في الارقام الخاصة بالصروة الحيوانية في مصر ده نتيجة انه مفيش تعداد حقيقي للصروة الحيوانية مفيش ترقيم للحيوانات المصرية اللي موجودة دي مشكلة من المشاكل اللي بتخلينا لما نيجي نضع سياسات للصروة الحيوانية والانتاج الحيواني والكلام ده كله بنبقى في حالة من الاضطراب شوي يمكن الارقام دي اكتر بيعملها للجماعة الاقتصاديين ومشاطرين في الحكاية دي بتساعدنا بتدينا اندي كده وري الوضع ماشي ازاي رو احلى فين ممكن لكن ممكن البناء على صحيطها بيها في المياه لا طبعا انا اعتمد ما اقدرش هتاعد على مستورة تعرف اه مستورة تعرف اه اه في جزء كبير انا ممكن اعرفه من السوان اللحوم مثلا من المجازر لكن في دبع خارج السلخانات اه انا بقدرش اعرف بالنسبة للحوم في تجميع للالبان اه في مراكز التجميع لكن في جزء كبير جدا بيتروح على المحلات اللي موجودة يعني عدد رؤوس المشاياة في مصر احنا مواناش رقم دقيق بيه مفيش فيها رقم دقيق لان مفيش تسجيل الرأى ارقام للحيوانات فيها هي الخدمات اللي بيتراها بتسجل ولكن اللي مفروض نعم مشاهدات ميلاد للحيوانات نعم نعم مشاهدات ميلاد للحيوانات المفروض يتعمل زي البناد من كده ادي حاجة مهمة بص بقى انا اقول لحضاكها لحاجة في الدول اللي هي تقدمت في الصر والحيوانية دي بيعملوا ايه بيجي في الجمعيات الزراعية لان الجمعيات الزراعية عندنا دور التعونات في مصر الحقيقة دور عليه مئة علامة استفاها ومئة من عندي يومان خليهم ألف ودي حقيقة احنا عندنا في مصر في كل قرية من الكرة في جمعية زراعية وكل جمعية من الجمعيات دي لو تحطفها مهندس من القرية فالمهندس ده هيبقى عليم بكل الصر والحيوانية اللي موجودة في القرية وحركتها والناس هيبقى عندها ثقة فيه احنا عندنا مشكلة في انك لما تيجي تعمل تعداد للصر والحناف في مصر في حاجتين يخوفوا الفلاح اول حاجة يخاف من الحسد ما يدخلكش على الحيوان ولا يقولك انا عندي كم حيوان ولا الحاجة التانية لما تيجي انت راجل جاي من الحكومة عشان تقول له انا عايز يبقى تقعد في الوص يبقى انت جاي تعمل ضرائب وتعمل لي مشكلة فبالتالي عملية الحصر لا يمكن ان تكون دقيقة بهذا الشكل وبالتالي لازم يتحط منظومة لحصر الحيوانات وتركمها التركم الصحيح لان ده مش هيساعد بس في ان انا بحط استراتيجيات والكلام ده ده هيساعدني ان انا عامل بقى برامج تاني التحسين الرص طبا للحيوانات اللي موجودة عندي اعرف حركة الكطعان الحيوانية اللي موجودة عندي في مصر بتتحرك ازاي وراحة فين وجاة منين بتسدي لي احتياجات قد ايه بقى انا محتاجة استورد قد ايه اعمل اكتفاة ذاتي عندي قد ايه موسيقى